أهلا بحضراتكم من جديد الحياة وانت بتتابع الالتفافة اللي حوالين النادي الاهلي وحتى النجوم الكبار اللي مشوا من النادي الاهلي واللي ممكن يكونوا ملعبوش فيه كتير واللي ممكن يكونوا أحبوه عن بعض تدرك قيمة وعظمة النادي الاهلي ومن منطلق هذه القيمة وهذه الروح وهذه الأصالة لأنه اللي بيحتفظ بالفضل لكيان وقيمة ده حد أصيل لكن فيه ناس ما بيتمرش فيه ما بيتمرش فيه وانا هنا بتكلم على وقعة شفناها في أحد استوديوهات قناة الكاس القطرية قناة مستضيفة الكابتن نادر السيد مجلس عربي عدد كبير من الناس اللي موجودة انا هنا لو واحد اهلاوي موجود في هذه الجلسة واساء لنادي الزمالك او لنادي الاسماعيلة او لنادي الاتحاد صدقوني هنرد عليه وهنقول له ما يصحش لأنه حتى بقانون الاحترام انا بحترم كينات بلدي فما بتكلمش على نادي معين في الداخل اروح اتكلم في الخارج وتكلم بالطريقة دي واتكلم بما يسيء واتكلم بما يسلب الاهل حقه كابتن نادر السيد الاول حنشوف الفيديو في هذا المجلس العربي لانه فيه كلام كتير يجب التوقف عنده حفاظا على الاهل والاحترام البطولات الأفريقية اللي أخذ زمالك أكثر من اللي أخذها الأهلي هو هل ممكن الأهلي يوصل مثلا قبل النهائي مرتين تبقى بمرة نهائي زمالك أخذو ما ينفع الشي فاضل يا سيد المواقع الاجتماعية الحالية اليوم الأهلي وأكبر فريق إفريق 33 مليون متابع الرجاء تاني فريق عربي الآن يعني النهاية سوبر كانت بين الفريق الفريقاتين أكثر شابية في المواقع الاجتماعية اليوم ده موقع افتراضي على فكرة ممكن أعمل موقع دلوقتي ودخل عليه مليون واحد عادي يعني من غير اليوم بكلمة على الشعبين الأهلي هو الفريق أكثر تتويجاً إفريقياً هل تقول لي هذه لا من البطولات الإفريقية اللي أخذها زمالك في ألف الألفين وكنت أعتقد ألفين بذلك هو نادي القرن بالمعايير اللي حطها الكاف بعد كده غيروا بقى المعايير وقال لك لأ أصل وصل قبل النهائي كذا مرة وصل مش عارف كده مفيش التتويج هو اللي بتحسب طب الكاف بيعمل كده ليه؟ مع الله أعلم بقى بشير كلمة على الأشخاص يمكن أهلوية أهلوية يمكن يمكن أيوة 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 ده حقيقة لا لا هيتشكيك الله يهدعك كابتن نادر بس أنا بتكلم هو نائب رئيس شركة الأهلي دلوقت الكورتة تقدم اللي هو بتاع الكاف بس في وقتها ما كانش في الأهل دلوقت حالياً هو كان مرشح هو مرشح كان مجلس دربة الأهلي في الدورة اللي قبلة اللي فاتت بغض النظر يعني هو الإسم أو اللقب ما بيعطي شيء إضافي للولد إن نادي الأهلي نادي كبير وأكبر نادر لا تعمل طبعاً ما في شك قولاً واحدين أكبر نادر لا ما ندرش نقلل يعني ما درش بس إحنا بنا نكلم هو أسماء أهل نادي القرن ما هي نادي نادي أنا لم أقول الكافية بالقرن من أغرب النمازج اللي تشوفها في عياتك هذا الرجل قدم له النادي الأهلي ما لم يقدمه للعب كرة ولا حتى من أبنائه ونتيجة سمات شخصية فيه هو يستطيع أنه يظهر لك عكس حقيقته عايش هذه الحياة اللي ظاهرها شيء وبطينها شيء آخر خالص حنثبت لكم من خلال أستاذ إبراهيم هذه الحقيقة المؤلمة للأسف الشديد أستاذ نادر بيتكلم حتى يفتقد إلى أبسط قواعد الاستناد إلى الحقائق عندما يقول إن بالمعايير التي وضحها الكاف الزمالك هو نادي القرن أمال هو مين اللي ادى نادي القرن للنادي الأهلي مش المعايير اللي حطها الكاف واللي خرج ذيكن الزمالكاوي في قناة المنتسبة لزمالك يؤكد على هذا المعنى إن الأستاذ المهندس مصطفى فاهمي عندما أراد أن يلمح أو يلقح الكابتن خالد إن حصل مصطفى فاهمي غير وعمل وعشان للأهلي في حين إن المعايير دي لما تحطت كان الأهلي متصدر بينه بين الزمالك 17 بونط وبعد ما تحطت المعايير دي اقترب الزمالك إلى أن ضاق الفرق إله ثلاثة بونط عشان تعرفوا مين اللي استفاد من المعايير دي لكن لم يستطع أن يلحق بالأهلي لأن الأهلي فطن في اللحظة المناسبة إنه لأه لازم يرجع يلعب وما ينسحبش عشان هو اللي أتاح لزمالك أن يختارب هذا الاقتراب والمدش والمثير والغريب يا أستاذ نادر يا كابتن نادر أن زمالك لم يحتاج منذ بداية القرن الواحد وعشرين ويحاول غير القاعدة اللي مستمرة لحد النهاردة يستفيد منها نادي الزمالك ما زالت نفس القاعدة يا كابتن نادر القاعدة مبنية على جمع المجميع يعني أنت متطلع الأول على الثانية والعامة بيقولك ش أنت طلعت الأول في كم مادة بيقولك جبت مجموعة دي إيه هو ده القاعدة القاعدة المنطقية لأي شيء للتفوق هو ده المعيار أما أنك أنت عايز تغازل الزمالك كما غازلت الأهلي لتأخذ مكتسبات هذا شأنك هتقولي أنا مغزلتش الأهلي طب هو لما الأستاذ لما المهندس مصطفى فهمي يقدم إليه فيما يشبت تلقيحة اللي أنت بتقولها نظير خدماته للنادي الأهلي شوفو دلوقتي ناب رئيس شركة بعد خمسة وعشرين سنة من فوز النادي الأهلي مين كان أنت قدمت إيه والأهلي كان لما أدلك رئيس رئيس لجنة أو رئيس أو مدير شركة الأهلي تاج الإعلامي كان بيرشيد بيها كابتن نادر يلي طلعت قلت أنا أسست أسست إيه وعملت إيه أنت أسست إيه وعملت تعدت أربع أشهر لم أربع أشهر لم تظهر أي كفاءة طدت النادي الأهلي مشاك هو إحنا هنقعد بقى طب طب هو أنت كابتن نادر وقت الصورة تبقى ثوري وقت السلم تبقى دلوماسي وقت الأهلي تبقى هلاوي وقت الزمالك أنت الزمالكو الذي لا يشق لك غبار لدرجة أن لو ابنك قلبه شجع لأهلي كنت تعمل في إيه ما تورينا أستاذ إبراهيم بص يا جماعة قبل ما نشوف ده لأنه الأمر في اللفات ده أنا قلت لكم يتعلق بي إزاي نحترم كياناتنا بره كابتن نادر السيد كان في كلامه جاهل بحقيقة الأمور جاهل بحقيقة الأمور لأنه لما يقول المعايير للتحاد الأفريقية حطها قالت الزمالك نادر قرن مش الأهلي جبتي دامنين جبتي دامنين بجد ده كلام فيه كذب وفيه جاهل لتنم مع بعض لكن الافتراء الشديد على قيمة بحجم المهندس مصطفة والتلقيح على أنه ما هو ده اللي حط المعايير وشوفوه دلوقتي نائب رئيس شركة لالكرة القدم بالمناسبة المهندس مصطفة فاهمي سكرتير الكاف من 82 لعشرين عشرة كل بطولات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا اللي نادر بيتكلم عليها تحققت في عصر المهندس مصطفة فاهمي إيه رأيكم إنه الزمالك مصطفة فاهمي مش موجود في الكاف من 2010 الزمالك كان بطولة ولا بطولة في دوري الأبطال ولا بطولة آخر بطولة في 2002 2003 وحتى الآن ولا بطولة ومصطفة فاهم الرجل بقاله 12 سنة برا الكاف إزاي يتم التلسين عليه بهذه الطريقة لكن الفكرة بقى بتاعت الشعبية لا أصدر شعبيت الأهلي مواقع افتراضية إيه ده إيه ده بجد ده أنت اشتغلت شوية في التسوية يا نادر مش معقولة لأنه حتى يترد عليك أولا الرجل الإعلام المغربي أسامة بن عبد الله ما كانش الرجل بيتكلم على الزمالك ولا عن أي حاجة في مصر بيتكلم عن قيمة الأهلي والرجاء وحجم الشعبية بتاعتهم وبطولاتهم عشان يدلل على صعوبة وقيمة مباراة السوبر ده الكلام المفروض يسعد أي إنسان مصري أو عربي كيانين شعبيين كبار بحجم الأهل والرجاء مدايك ليه؟ علشان تقعد تجذب كل هذا الكذب في المجلس وتدعي على الأهل وقياداته ورموزه بالمناسبة عشان الجمهور يبقى عارف النادي الأهلي ما بيقصرش مع حد النادي الأهلي لما جاب الكابت النادر السيد كان حارس مرمى النادر مصري وبالمناسبة كان في المنتخب كان آخر مباراة لعبة مع المنتخب عشان لما طلع قالك أنا كان هدف أن أروح النادي الأهلي عشان أرجع المنتخب لا أنت كنت في المنتخب أوكي فشوف حاجة تانية النادي الأهلي عمله إيه؟ ممكن أن أسألك سؤال بس الأول في الحيطة دي هو ليه مكنش في الزمالك؟ يعني بيموت في الزمالك يعني يعني أنت في المصري وعندك فرص تنتقل لأي مكان اخترت الأهلي عارفين الأهلي المحترم قوي ده عمل إيه؟ نادر السيد هو اللعب الوحيد في جيله اللي النادي الأهلي ميزه عشان عصام الحضري الحارس الدولي الأساسي اللي بيلعب وعشان نادر السيد حارس المنتخب فما بخسوش حقه ده الأهلي عمله إيه؟ العقد فيه نسب مشاركة أنت بتاخد 25% مثلا من قيمة عقدك مرتبات شهرية بتاخد 50% من قيمة العقد مقدما وبتاخد 25% على نسب المشاركة أو 50% نادر السيد هو الوحيد في جيله بصوا بقى جيله مين؟ أنت بتتكلم على أبو تريكا وبركاته والجمعة وعصام الحضري وحمد حسن بعد كده يعني نجومته قلب جد بقى نادر السيد الوحيد اللي تم استثنائه من شرط نسب المشاركة وخد عقده كاملا كاملا لأنه حارس المنتخب وفي نفس الوقت عصام الحضر في أفضل حالاته مش بس كده فضل النادر الآلي يدي له مكافئة الفوز حتى هو ما بيلعبش يعني عصام الحضر بيلعب والحارس الأفضل في أفريقيا ونادر ما بيلعبش بس بيدي له مكافئة الفوز زيه زي عصام الحضر لأنه حارس دولي والآلي شايف أنه من حق منوال جوزيه يشرك الحارس الأفضل وهو عصام الحضر من وجهة نظره بس ما بخذش التاني شوفوا النادر الآلي تعامل مع نادر بالاحترام ده ازاي ممكن نقف اللحظة على انضمام وكابة النادر النادي ولماذا اختار ووافق أن يجي النادي الآلي لما النادي الآلي مش الأكتر شعبية ولما النادي الآلي مش الأكتر باللقب الإفريقي وأن الزمالك هو البطل المستحق إذا أنت لم تقتل لتحقيق بطولات أو التحقيق الشعبية فلماذا قتيت لماذا ما رحتش ندي الزمالك إيه التناقض اللي انت فيه ده تجيت عشان تضيف بطولات إلى نفسك وتلحق تكسب لك كم بطولة وجيت عشان تستفيد من شعبية الآلي وتصورت أنك أنت قادر على المنافسة مع عصام الحضري ما تحملناش فاشلك وعدم قدرتك على المنافسة الرجل الثاني يشتغل لما شعر بالتهديد يشتغل على نفسه وعاش أروع لحظات تقلقه بعد انضمام حضرتك طيب أنا بس يعني لأنه الكلام ده يمكن الصوت كان ضعيف شوية ما ظهرتش لكنه لما نادر بيقولك بيقولوله طب المزيع بيقوله طب والكاف بيعمل كده ليه؟ قالوا إنه الكاف أهلاوي شوف اللي حط المعايير مصطفى فهمي شوفه دلوقتي فين؟ في إشارة صريحة وواضحة وغير أخلاقية بالمرة لشفافية ونزاهة وقيمة واحد زي المهندس مصطفى فهمي على فكرة وقت ما تحطت المعايير دي كان مصطفى فهمي عدواً بمجلس قدرات النادي الأهلي وعندما انسحب النادي الأهلي وعوقب وعوقب بالإقاف كان عدواً بمجلس قدرات النادي ولم يذكر على مدى سنتين إن في معايير عشان تعمل نادي القرن كان من الأجدر يقول له خلي بالكو ده في معايير عشان نادي القرن وكان أعفاناً من كل هذا كابتن فراس الخطيب قال له الراجل ما بيخلطش بين عمله هنا ومسؤوليته هنا كابتن فراس الخطيب في المجلس ده قال له بغض النظر عن الإسم أو اللقب اللي ما بيدي شيء إضافة لأي كيان لكن الأهلي نادي كبير وأكبر نادي في أفريقيا قولاً واحداً فبيقول له بس ما تقدرش نقلل من الزمالك يا عم حاج جاب سيكت زمالك بيقول له لأ عصد زمالك هو نادي القرن يا سيدي انت شايف أن الزمالك نادي القرن في كل العالم دي بتاعتك انت حتى لو وزارة التموين قالت حاجة تانية خالص وخدلك لكن هي فكرة فكرة التقليل من النادي الآلي والإدعاء الكذب ضده أما عن الشعبية بقى والمواقع الافتراضية لا ده جهل تاني بقى لأنه لما تلاقي انت الإحصاءات الرسمية انه النادي الأهلي الأعلى متابعة بين كل الأندية يبقى انت عندك مشكلة في الفهم والمتابعة ولما يكون مركز بصيرة وده أحد أو أهم مركز قياس الرأي العام المعتمدة لدى مجلس الوزراء يقولك انه 72% من المصريين بيشجعوا النادي الأهلي و21% من يشجعوا الزمالك ده مركز الرسم المعتمد عشان تطلع تقول للأشقاء العرب هناك أقصت الجمهور اللي برا ده بيه بيه بأهلي كده في استخفاف واستهانة وإشارة للجمهور ده كلام غير غير مقبول بالمرة لما ألاقي دراسات وانت اشتغلت في التسوية نادر 40 مليون أهلاوي من 50 مليون وده اللي عملته شركات مختصة في قياسات الرأي العام أمريكية وفرنسية إبسوس ونيلسون سبورت وبليد فاير اللي استعانت بهم شركة صلة لما جات تاخد حق رعاية النادي الأهلي إنه مصر فيها 50 مليون واحد متفاعلين مع الكرة 40 مليون منهم أهلاوي ده الكلام اللي الحقيقة كان لازم يبين لأنه حجم الإساءة للأهلي والتقليل منه يا أخي والراجل بيتكلم عن الأهلي والرجاء انت مدايك لأ لنادي القر قولاً وحيداً مش محتاجة خلاف ولا محتاجة تفاصيل ابنك يلعب في الزمالك ابنك يتعمل له عقد كبير ابنك يسافر أجشنبونج والقضية بتاعته محدش يفتحها كل ده نقدر نتكلم فيه لكن مش على حساب الأهلي مش على حساب الأهلي لا تبخصوا الناس أشياءهم كاميرا الأهلي الحية وهي في الدوحة التقت الإعلامي المغربي لأستاذ أسامة بن عبد الله اللي كان بيجادل نادر في قيمة الأهلي والرجاء مع كريم أحمد نسمعه برحب بك أستاذ إبريم منيسي باشمهون سعد القيع وكل التحية لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان انت عارفين طبعاً احنا متوجدين في الدوحة وبنغطي كل الأجواء الخاصة طبعاً ببعثة فريق النادي الآلي استعدادة للسوبر الأفريقي الآلي ورجاء المغربي يوم الأربعاء فيه الثامنة مساء بتوقيت الدوحة السابع مساء بتوقيت القاهرة لكن الحقيقة في هذه اللحظات يسعدنا يكون معنا لعلام المغرب الرياضي طبعاً صاحب الخلق الرفيئ لأستاذ أسامة بن عبد الله اللي طبعاً بنرحب بيه في البداية وسعدها بوجود حضرتك معنا على شاشة قناة النادي الآلي وتحيات البشمون سعد للقيع ورسل زبريبي منيس شكراً لكم وشكراً لكل متسبيهي وتسبيهات قناة النادي الأهلي وشكراً وأهلاً بكل أهلاويين الحقيقة يمكن دفعت نظرنا بشكل كبير جداً يعني ما قولت نادي القرن وحاكم كياليك دور كبير ودفعت على النادي الأهلي عن حق الحقيقة طبعاً لأن معيير الكاف لا اختلاف عليها الحقيقة طبعاً يا صاد أسامة النادي الأهلي نادي القرن فعلاً ما فيش شك ما فيش شك ذو واقع هناك الفرنسيين يقولون مقولة شهيرة وجميلة الأرقام آنيدة الأرقام ما فيش حليل الأرقام هي أرقام والأرقام الحالية تقول أن النادي الأهلي والنادي أكثر تتويجاً إفريقياً أحببت أم كاريت هل نقدر نشكك في معايير الكاف واختيار نادي الأهل كنادي قرن بعد البطولات والقامات الكبيرة وكرام زي كابتن محمود القطيب وكل رؤساء نادي الأهل الحقيقة أمر مهم جداً حابين نصفصر منه من خلالك هو النقاش كان قبل 2000 أظن أننا زمالي كان فيز بثلاث عصاب مقابل عصبتين نادي الأهل وبالتالي هذا ليس الدليل الواحد لكي نقولون أن زمالك أحسن من الأهل فلا تنظن في بطولات ماسك الأهل فائز أكثر تنظن الشعبية تقارن الآن بالشوشيال ميديا الأهلية أكثر شعبية وبالتالي حتى الرجاء في 2000 كان فيز بثلاث ألقاب ونهاية 2002 بين زمالك وراجائك كان يفوز باللقاب الرابع وبالتالي كل أصف الأول ولكن جاء البوتريكا بعد ذلك فاز بست ألقاب فمن كي نزول الجيلة البوتريكا الأحقية جيل البوتريكا فاز كذلك في مؤضمه بثلاث كؤوس إفريقية الأمم وبالتالي أصبح نادي الأهلي لا يناقش الآن إذا كان ناقش ناقش وارد في 2000 ففي 2021 ناقش مش وارد مع كل احترام نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك حلي قلت له لنادر في المشلسة أنا مصاوي أحب المغرب الفاسي وأتمنى أن يكون مغرب الفاسي ونادي القرن المقبل لكن الواقع هو أن نادي الأهلي ودي القرن يعني راجل طبعا حتى في الإحصيات يعني حتى بيفترض أنه اللي تبنى وجهة نظر الكابت النادر اللي هو عايز يحط معايير تخصه يعني هو مش عارف يفرق بين نادي القرن فعايز يقول لك أنا كسبت السبعة والتسعة والكلام الفرغ ده مجموع ده كلام برا التصنيف لكن كمان حتى في تصنيف الجماهير الأخ نادر السيد قال في هذا المجلس العربي كلام نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ده تصنيف للجمهور يسلب منه قيمة الوفاء انه النادي القليل جمهوره دايما على الحلوة والمرة معاه فما جيش واحد زي ده يرمو طوبة بالشكل ده على قيمة الجمهور يعني بيلتفت لكلام الحياة ده كلام مسيء جدا في حق الجمهور كمان جمهور القليل جمهور الزمالك ده الطفل الصغير محترم قال له الحي ما فيش فرق قال له تعرف الفرق بين جمهور الأهل وزمانك قال له الحي ما فيش فرق قال له لا بصوا الكلام دير شالها يا عم اللي حتة تانية لقى تشمبونج طيب نادر كمان قال له لو ابني وقع للأهل هيحصل له ايه نشوفه نادر السيد يوافق على الانتقال للأهل لا صعب طب لو راح وقع للأهل من وراك لا صعب ده مش هدخل البيت هيروح بقى هو يعني لو راح وقع مش هيدخل لا وكل بقى بره البيت هو وامه كمان لو وقع للأهل ابني مش هيدخل البيت لا يا راجل ده مش هو بس ده هو والدته طب وإيه رأيك بقى لما كنت يا كابت النادر في قناة الأهل كان ابنك اللي مش هيدخلش البيت بيحب مين أفكرك يمكن نسيك نادي الأهلي كان صعب جدا لأن كان طرس المان موجود وكان فيه حراس مرمى موجودين كويسين جدا فقلت صعب يعني فيا إما راح لإسماعيلي يا إما راح الزمالك الحقيقة فرحت الزمالك يعتبر الختام الحقيقي هو في النادي الأهلي وقتها وشاركت الحقيقة مع زمالي وكان فيها تأدير كبير جدا من الجماهير ومن كل المنظومة في النادي الأهلي سواء كان لعبين أو جمهير أو إدارة مونة مهاش في الكورة إنما أخوها محمد هو اللي في الكورة جدا كان يعني مشجع جامد جدا يا أهلاوي هو وماميتها نفس الموضوع بابا طبعا اللي هو عبدالخلاب سعود الله الحمو مات قبل ما نتجوز من زماني قوي أنا أهلاوي وزوجة ونا أهلاوية ومامي مامي زمالكوية أهلاوية هو بس ما تردهمش كانوا صغيرين أهلاوية بس ما ما يقدرش يطردهم عشان صغيرين حيوديهم فيه لا 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 كابت النادر أنت حاجة جميلة وما حصلتش لأن القدرة دي على أنك أنت تغير مواقفك تغير رأيك ده أنت يا رجل يعني الحقيقة أنا بندهش جدا وبندهش من هذا الإساق ده مش مواقف رياضية بس لأنه حتى برى الرياضة ندر السيد هذا الذي كان ثائرا في ميادين الثورة وأعتقد الفيديوهات موجودة على اليوتيوب هو نفسه ندر السيد إلا أنا شخصيا عملت له حوار وهو في بروج البلجيكي رح لعب في تل أبيب أيوة في تل أبيب وقال إيه؟ دمتم للأهل دائما لا حوار طويل جدا يمكن كنا نحتاجين وقت عشان نعرضه لكن حتى كلامه فيه للنادي الأهلي وكلامه عبر شاشة قناة الأهلي يحتاج لوقت طويل جدا لكن توقفنا عند هذا النموذج عشان نقول الأهلي قيمة كبيرة جدا ندر السيد كان يقدر وهو في قطر الناس بتجيب سيرة الأهلي فالتقل خيرا أو لتصمت دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساع مساء الاثنين القادم إن شاء الله تسبوع الخير موسيقى 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 موسيقى